اشتركوا في القناة في الصلاح والورع والخوف ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر ومع ذلك قال له النبي الكريم يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فهؤلاء المتسارعون إلى الحكم والسلطة والترشح هل علمتم أهليتكم لذلك هل عندكم نية صالحة هل عندكم مقصد النبي إذا لم يكن الأمر كذلك فبئس ما تطلبون والأمر خطير جدا الإمام العادل في ظل عرش الله جل وعلا أما الجائر فقد روى البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه فكه عدله أو أوبقه جوره عشرة يده مغلولة إلى عنقه فما بالك في من أراد أن يحكم ستة ملايين وقد رأينا آيةً باهرة في الجور والظلم والفساد والشر ورأينا تلك النهاية البائسة والإذلال فهل يسعى عاقل في أن يورط نفسه هذه الورطة إلا إذا علم الناس صلاحيته وأهليته وقدموه وكان مكرها لكن سبحان الله سنة في خلقه ترجمة نانسي قنقر